وللحديث أكثر حول تطورات إضراب المعلمين معنا رئيس لجنة التربية والتعليم والثقاف في مجلس النواب الدكتور إبراهيم لبدور أهلا وسهلا بك دكتور وبداية يعني الحكومة تعلن انتظام العملية التدرسية في معظم مدارس الحكومية في المملكة ونقابة المعلمين تؤكد أن الإضراب ما زال مستمر كيف تقرأ المشهد العام؟ يعني سأل خير في البداية إليكم وسأل خير للجميع يعني أعتقد الآن بعد مخاط طويل يعني نحن اليوم دخلنا بالأسبوع الرابع ونحن شبه ماذا؟ عبارة عن يومين على الأسبوع الرابع من قلص الشهر الكامل وهذا أعتقد أنه الإشي ما كان حاب حدا يوصل إليه لا أحنا ولا النقابة ولا المعلمين ولا الأهالي ولا الحكومة أعتقد الكل كان بحاول ما يوصل لنقطة هاي ولكن خلال هشهر الماضي كان في عبارة عن تقاربات في لحظة معينة تجادبات في لحظة معينة كنا قراب في لحظة معينة ترى الأحداث كانت ممكن يصير فيها ولكن أعتقد عبارة عن دخلة ما قبل أربع أيام يمكن دلوت الرئيس عندما قدم العرض من العرض النهائي الذي قدمه بأرقامه بنسبه بتواريخه بإلى آخره الثاني يوم صار فيه عبارة عن قضايا الآن أعتقد الموضوع هو عبارة عن قضايا الآن صار فيه عبارة عن شكوى من الأهالي على الوزارة وترى شكوى عن نقابة نعم صحيح شكوتين مقدمتين الآن اللي موجودة بالنسبة للوزارة اليوم أعتقد أنها عبارة عن قدمت كل شيء عندها وقالت أنه في مدارس والآخر وانتوا لحظتوا يمكن كان فيه عبارة عن ضغط باتجاه أنه بالنسبة للأطفال والهو الطلاب يروحوا عن المدارس وكان فيه ضغط حتى باتجاه أنه خلاص الأمور ترجع إلى الأشياء بالنسبة لما صار الحقيق لأنه هذا كله يتبني بلحظة معينة النقابة الآن أعتقد مصرع على موقفها في الإضراب واليوم لحظنا صار فيه عبارة عن تجادبات صار فيه يمكن يعني عودة للحياة الدراسية بنسبة أعتقد يعني نسبة بدحكي على الحكومة بتحط عبارة عن نسبة معينة والنقابة بتقول مي في الإضراب ولكن أعتقد هناك نسبة متوسطة كانت موجودة اليوم شفنا في بعض المدارس كان فيها تدريس كان فيه دخول ولكن كان فيه شوية مناوشات بين الأهالي يمكن كانت وزارة التربية والتعليم ساعتك أقرت اليوم أنه فيه تقريبا سبع ألاف طالب انتظموا فيه العملية التعليمية واليوم كمان ورد للخطأ الصاخن لوزارة التربية والتعليم العديد من الشكاوى على المعلمين يعني وزارة التربية والتعليم بدورها اتخذت بعض العقوبات الإدارية بحق بعض المعلمين كيف يمكن أن تطبق هذه القرارات على أرض الواقع ساعتك يعني اليوم الشكاوى كانت بصراحة شكاوى عبارة عن رئيسي بين الأهالي بالنسبة للطلبة الذين ذهبوا للمدارس واخذوا أولادهم عن المدارس وبين المعلمين الذين يقول لهم نحن مضربون ما رح ندرسهم في بعض المعلمين خلوهم فوتوا عصوف وهم عبارة عن جرسوا بس المعلمين ما دخلوا عصوف ويبعض مثل المعلمين كان في لهم يعني عبارة عن توجيه أنه إحنا مضربين لا يفوتوا الولاد لا يدخلوا على المدارس وكان في عبارة عن يعني يفتعرف حسب المكان وحسب الأشياء الموجودة صار في تصادمات أعتقد اليوم صحيح؟ 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 ونا شفناها غاليمة يمكن على صور وفيديوهات شفناها على مواقع تباصل الاجتماعي شفناها كلاتنا وصار في عبارة عن تصادمات بين الجميع الآن من نسبة للوزارة بتقول إذا في أي حدا أي حدا من المعلمين لا يقدم هذا الدور ولا يقدم عبارة عن الدور سوف يكون هناك عقوبات بدي أسميها إدارية للمعلمين وبنفس الوقت في معلمين إضافيين موجودين عنها أعتقد هذا حل ممكن حل ممكن يعني بسيح الحكومة بتقدمه بس أعتقد عبارة عن تطبيقه على أرض الواقع ممكن يعني مستهل كثير إلا ذا كان في أرقام معينة الآن عبارة عن ضغط صراحة من الحكومة باتجاه إعادة العملية التدريسية كاملة من ناحية عبارة عن تدريسية كاملة بالمقابل زي ما قلنا ما قبل شوي النقابة مصرة على رأيها بحيث أن هناك يوجد عندنا إضراب وهذا الإضراب ليس مكسور وبانتظار الرد النهائي من المحكمة الإدارية هذا الذي سوف يكون فاصل يعني خلال يمكن الأيام القادمة هم في الإخلاء 15 يوم يجب هناك عبارة عن طعن في هذا القرار القضايا ولكن أعتقد ممكن أي وقت غير اليومين ثلاثة أربع أيام القادمة ممكن يصير في عنا عبارة عن رد أو حكم عبارة عن نهائي في هذا الموضوع إذا حدث الحكم النهائي هذا سوف يكون نهي وسوف يكون ملزم وهو الآن أصلا نسبة لملزم ولكن هذا ما يصدر قرار نهائي عبارة عن قطري سوف يكون ملزم للأطراف جميعها نعم إسعادتك يعني خلينا نقرأ شوي عن الفيديوهات اللي اليوم تم تدولها على مواقع التواصل خلينا نقرأ هيك الرسالة العامة من هذه الفيديوهات هل نستطيع القول بأن ولي الأمر مل من موضوع إضراب المعلمين بشكل عام وأصبحت كفة الميزان تميل إلى خلينا نحكي ذهاب الأولاد إلى المدارس واستمرار العملية التعليمية أعتقد الكل مل إحنا ملينا وإنت مليت أعتقد والإعلاميين ملوا والأهالي ملوا والمعلمين في حالهم ملوا ترى أنا في معلمين يثير بيحكوا معنا أكون معك سريح أنوا حابين نعود يعني لقونا حل كمان أكون معك سريح هم الآن يعني نحطوا في موقع في النص بين الأهالي وبين الطلبة هم حابين ينفوتوا عن طلابهم ما تفكرش في علاقة بتصير بعد فترة بينكم بين عبارة عن طلابك هم حابين يفوتوا ترى بس هم كمان هم وبقول لك أن فينا حقه بدنا يش معين أعتقد اللي كانت ممكن في عبارة عن لحظات كانت إيجابية جدا وكان ممكن تفسير فيها عبارة عن تواصط ويمكن صار فيها عبارة عن تقارب جدا هذه اللحظات أعتقد فقدناها في لحظة معينة بحيث كان في تصريح من هنا تصريح من هنا كان في عبارة عن تأزيم للمواقف ولكن أعتقد هذا اللي احنا فيه ما أحد أحب يكون موجود لا الأهالي ولا الطلبة ولا أي شخص بالأردن ولا الحكومة ترى ما تفكر أنا اللي يعني الأشياء الرئيسية لحابة وصلها بصراحة يجب أن لا ننظر أنه هناك عبارة عن طرفين معادلة نحن عبارة عن طرف واحد كل آياتنا صحيح لا يوجد هناك عبارة عن نزاع أنه هون بهون والعكس بالعكس وإذا واحد بتنازل الآخر عبارة عن كسرة إذا بالنسبة للحكومة عبارة عن تنازلت للمعلم فهم عبارة عن أولادها وهذه العبارة عن جزء من الناس والعكس بالعكس إذا النقابة تنازلت والمعلمين عبارة عن تنازل فهم بتنازلوا للموازنة بتنازلوا للدولة فلذاك يجب أن يكون هذه اللغة موجودة بين الطرفين بحيث أنه بصراحة أعتقد يجب أن هذا الموضوع خلص يعني أعتقد خلال يومين هذول يجب أن هذا الموضوع بحيث أن ندخل على عبارة عن شهر آخر انضيف ندخل على طلبتنا الناس تروعى دواما بكث أن أعتقد نلأ أطراف كلها يجب أن يكون هناك عبارة عن تنازلات خلينا نسميها للأمان يجب أن يكون هناك عبارة عن تنازلات من الحكومة في اللحظة معينة ومن النقابة وحتى يصير فيه عبارة عن قنوات خلفية صح القضاء موجود صحي ولكن يجب أن يكون هناك عبارة عن قنوات خلفية موجودة بين النقابة وبين الحكومة بحيث أن يصير فيه عبارة عن توصل لإشيء معين بحيث أن أكون معك صريح المعلم يعود إلى صفه مرفوع الرأس أنا أكون معك صريح لست مع أن نكون عبارة عن كسر المعلم هذا الشيء أعتقد يجب أن نكون وعين له وبنفس الوقت يجب أن نكون فيه من نسبة المعلم يعني يحاول يلاقي بنسبة العذر للحكومة الموجودة وضغط المال الموجود أعتقد هذه إذا كانت مثل الفكرة موجود وحسن النوايا موجود بين الطرفين ممكن نوصل لمرحلة أعتقد إن عدي هالمرحلان وبصراحة فيه مرحلة كثير وعندنا مشاكل كثير وعندنا ضغط خارج وضغط داخلي للأمان حصر لنا شهر يمكن وإحنا فيه الدوامي هو يمكن ما خلينا هاي هالأماكن هاي بتشهد على حق كثير وعلي نقاشات كثير وعلى أفكار كثير وبصراحة بيش أقول لك يعني كان فيه عبارة عن جهد ممتاز بين الأطراف الجميع حتى إحنا بجهة التربية أعتقد قدمنا جهدي كثير ممتاز بحيث نوصل لنصير فيه عبارة عن تسويق ولكن زي ما حكدنا ما قبل شوي كان فيه شوية عبارة عن تمترس أنا هاي العبارة اللي بستخدمها بين الطرفين نعم ساعة النائب يعني بشكل سريع يعني أنت من أول الأشخاص الذين قدموا يعني حلول وتدخلات ووسطات بين نقابة المعلمين والحكومة هل هناك أي وسطات جديدة من نواب أو من رجال الدولة؟ والله أعتقد أكون معك سريح أنا منحاول ندخل في قناة خلفية أنا أعتقد أنه منحاول ندخل في قناة خلفية بين النقابة وبين الحكومة يعني إحنا بشكل حتى أسميها لجنة التربية بشكل رئيسي ندخل بقناة خلفية بحيث نلاقي ولو عبارة عن تسهم معين أعتقد أنني ليس لمصطحة الجميع التطور في هذا الموضوع وليس لمصطحة الجميع عبارة عن كسر طرف على آخر يعني أنا أكون الدولة أنا ما أحب أن نقسر أنا أي شخص ما أحب وحتى من السلقة المعلمين أنا ما أحب أن نقسر ليست هناك معركة أنه عبارة عن كسر عادة بين الطرفين هذول الأشخاص يجب أن يكون عندنا اثنين عبارة عن فائزين يجب أن يكونوا منتصرين يجب أن المعلم يعود بكرامته على الصف والدولة كما تحافظ على هيبت يعني هذه النقطة إذا كنا متفقين عليها أعتقد الأمور تكون هذه سهلة سعادة الدكتور إبراهيم ألبدور رئيس للجنة التربية والتعليم وثقافة نيابي شكرا جزيلا لكم